معوقات عدة تحد من رياضة المرأة في العراق حيث شهدت هذه الرياضة نموا خجولا في العقود الماضية ثم أخذت تنحجر من دون أن يلتفت إليها أحد مع بروز تجارب فردية بين الحين والآخر كثير من العوائل العراقية كانت تأكف عن أن يرسلون بناتهم في أي رياضة تشارك على مستوى العنصر النسوي وهذا طبعا إحنا ما عانينا بالفترة السابقة أكو نوع من الرياضة اللي هو مرفوض اللي هي الرياضة مثلا الركض هاي والمشي أكو يعني ضغوطات من المجتمع أو بصورة عامة البنات كلهم مضغوطات من المجتمع بسبب الرياضة يعني قدروا يمارسوها الركض والمشي أيلين تصير بالشارع وتصير بأماكن عامة أو أكو مراكز خاصة اللي هي واحد يقدر يروح لها بس تكاليفها ممكن تكون غالية قلة أماكن التدريب العامة والخاصة للرياضة النسوية ومحدودية الانفتاح المجتمعي أبرز ما أشارت له رياضيات هنا بالعراق عندنا الرياضة فتشي يعني محدد للبنات دائما بتجم يعني أكثر لحياني تكون بتجم بالبداية أول ما بلش تركب خيل كانت شوية أدي صعوبات من جميع النواحي كأهل كمجتمع كأصدقاء كانوا رافضيني الفكرة بالبداية بس بمساندة أهلي يعني أقرباء كانوا رافضين بس مساندة أهلي لهو أبوي المدرب الكابتن ووالدتي وأخواني كلهم شجعوني أنه عمشي بهذا الطريق فدعمهم أنا بلشت أنه أكون أقوى وحاربت أنه كانوا رافضيني الفكرة بس بعدين المجتمع كلها تقبل الفكرة لأنه عرفوا أنه المرأة لها أهمية بالرياضة وتقدر تسوي شيء حال حال أي رجل ومنذ انطلاق الرياضة النسوية في العراق تعاني بالمجمل من نقص في الدعم والتخصيصات والبنى التحتية وعقوبات فرضت على الرياضة في البلد بشكل عام طيلة الفترة الماضية ما زال العراق يعاني من آثارها حتى يومنا هذا لبرنامج حديث بغداد محي الأنصاري MBC عراق